السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحميكم ويسعدكم ويوفقكم أجمعين ويعطيكم اللي يرضيكم بالدنيا والآخرة ولو أمين فهلا على طلب من محبين وأصدقاء قالوا انه نساولن شغلات سهلة ومثل مقبلات وسريعة فحنساوي خبز بالزبدة بالتوم خبز متوهم شايفين بهذا الخبز الإيطالي اللي هون حنساوي بيتزا بخبز التوست حنساوي بروشيتا بخبز التوست وحنساوي خبز التوست مع معجون الزيتون والآخير كمان شو حنساوي لكم حنساوي لكم أسهل شيء زيت زعتر بالتوست فنبدأ عبرك الله خبز التوست خبز إيطالي كمان كبير خبز التوم والزبدة بيتزا جبنة بارمجان ومزوريلا بصل ناعم مفهوم أخضر بيجي هيك اسمه ناعم هذا كتير طيب هذا بنجنينج ابناه توم مندقه ومنهرسه بدنا يقال توم لكتير شغلات بدكن بندورها مجففة وقسمناها شقاب صغيرة بدكن وراء الريحان مثل هاد بدوه لشغلات كتير بدكن الزيت والزعتر معلقة بمعلقة بدنا دورها جازي هم أحلا هاي بدنا سمك الأنشوفي هاده منيح كتير كتير في جواته أوميغا 3 كتير منيحة كتير للصحة بدنا نبات التبر هاد بيجي منه مخلّة شعبين شون كاسمه بطلع هيك بدكن زيتون بلا بزر بدكن تسأل ولادهون ييمون لكم البزرات يفصصوكم ياهون ييمون لكم البزرات بدكن زيت زيتون نخب أول بدكن حمض ليمون بدكن طحانة وشان نطحان اه الشغلات بارجيكم ياه هلا بدنا التوستر هلا شنه ساوي هلا مننضح بالحوالينا اول شي بساويكن التوست بالزيت وزعتر خلطنا معلقة بمعلقة من الزعترات مع زيت زيتون هلا مندهم فيون التوست الخبز التوست لا تكتروا كتير يعني بتساوي واحدة ثانية بنحطها هلا بالتوستر تبقى على يديكم الله رضا عليكم هاي واحد بسم الله قول بسم الله قطوها بالفرن بتشعلوا على التوستر نستناها بالطن بعدين طالعا نرجيكم ياها بالوقت اللي عم نستنى فيه منعيش بالتوستر نقص البندورة المجففة مشان البروشيتا ونخلط زيتون مع البندورة الجافة ونقص لهم كمان كمرة ريحان ندورها على بعضهم هيك ونقصهم ونخلطهم بدكون البندورة جاهزة يعني اصدي تازة كمان بصير هاي خلصت لها هاي ترعت فرشيتا بدنا الجبنة لا تنسوا نحطه على الوشة على المساعد لكم المعجون الزيتون بدكون زيتون مفصص بدكون ريحان بدكون سمك الانشوفي بدكون واحدة وطنتين هذول مالحينها هذا نبات الكبر كمان مالح شوي انا هاي ضحمته هذا التوم بس بدكون بس شوية زيرة بدكون شوية زيت زيتون وبدكون ايش شوية حمض خلصوا المنقيش هلا من ايمون شافين واللا اللمسات الاخيرة شو بتساوه بتجيبوا زيت زيتون هنا نحامين وشوي بتقططوا عليهم خلي الخبرز يغب تعطيهم طراوية ونكا طيبة وعدين تخلوهم يبردوا شوي قبل ما بتاكلوهم وتنقرشوا فيهم وهي منعيش بزعتر بالتوست هلا منحطنا على الجنب حتى يبردوا وفي الوقت هاد منساوي معجون زيتون هاي عنا الخلاط منحط جواتو كم زيتونة هاي معنا نظيفة هذا المعجون يتنعمكم بالبراد لفترة منيحة امتنا ما بتكون تاكلوا منو وكتير صحي شايفين هاي نسك عسي هلا منحط من التوم شوي شي سن مهروس منحط معلقتين صغار من النبات الكبر منحط اربع ورقات ريحان ومنحط واحد من سمك الأنشوفي ومعلقة زيت زيتون ومعلقة صغيرة حمض ليمون منغطية نقول بسم الله طعمناها شوف شلون طلعت شابيه شلون هاي الهاتة بتحطوه بصحان هندوقها بمعلقة نظيفة طبعا يا سلام بتاخل العالم هلا ثلاث خفزات نحنا عم نشيع الوتر ندهنون بمعجون الزيتون وبشق على الفرن بسم الله بسم الله بشان البروشيتا مشهورة هي كير طيبة تدهنوا التوست الكبز التوست بزيت وش وراء بنمسح وشين نبقل بها على القوش الثاني نضع الزيتون كمان كل هون هكما ساوي خلاص توست معجون الزيتون لرباكو عيداكن ريحة تاخذ العال المقبلات هايط طيبة جدا ونضع البروشيتا ونشغل ونشغل التوست هاي بقى شبت سريحة هاي تعلمتها من ابنتي اللي يرضى عليها لصغيرة بتجي للمهارسة جوعانة بتجي لحالة بتجيب هدولة التوست الخبز بتحطه بتطع علي هون الصوس تروع البيتزا هلا كل واحدة شوي بعدين بتحط لهم جبنة النازاريلا شاف هيكي بتحطوا عليها زيتون ريحان اللي هو بتحطها بالفرن بالتوستر لحتى بتصغير بيتزا السريعة لميعة هاي من اختراعات بنتي اللي يحميها بيحمي لكم أولادكم إن شاء الله هلا من ايمون سعمل السودون وهلا نحط لهم بنادورة مجففة بالزيتون وبرجون على الفرن شوي صغيرة بعد ما حط عليها برمجان شيز على وشها على وش بسم الله الرحمن الرحيم هلا منطلعون بدكم تزينون بورق بيزل رويحان كمان بصير هلا بالوقت هاد منحط البيتزا هاي جهنزة صاريت خلوه تبرد شوي إن شاء الله تعجبكم جربوها ببيتكم تدعوننا روشيتها بالباندورة المجففة هاي توست معجون الزيتون وهي انكون ما نعيش بزعتر بالتوست هاي البيتزا بالتوست وبالنسبة لخبز التوم والزبدة وتدريبوا خبز إيطالي من البصل متما تلكون ناعم من البصل الأخضر يجبناه من الجنينة شعبين شون كسموه بدكم الزبدة مالحة وبدكم التوم دقيتو بجرن الهاوين شعبين شون سعوته ناعم فعلى بسيخ الزبدة بحط لها هذا من البصل الأخضر المفهوم بحط لها من الثوم بخلطه مع بعضهم بحط له ثوم تحمل الفرن على تلعه 150 فرنهايت اعمية خمسة وسعين مياتمعين مياوية لأثم الخبز ملاخرو هيك يا عي ها ناعم ناعم لأخرو شوي منتنف نساوي لحتى نساوي كله حطه على الفويل الألمنيوم ردهان الفردين الزبدة القطوم هايك للاخير يجب تكون هادوا عليه هون حتى يغبوا نلفوا طريقة فنية حتى نسخروا كله قطوب الفرن 20 دقيقة حتى يتأمر طلعنا من الفرن يأخلها صخن محلا خبز ان شاء الله تجربوه ببيتكن يعجبكن وتدعونا لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب دعاء اللي عنده سؤال يبعتلي على اليوتيوب السلام عليكم